أكد وزير الرأي هاني سويلم أن تعاون بين مصر وجنوب السودان يعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين مؤكدا التزام مصر بدعم جنوب السودان في تحقيق الأمن المائي والتنمية وخلال اللقاء مستشار رئيس جنوب السودان لشؤون الأمنية بالماي دينج أكد سويلم أن جلسات المباحثات التي تمت بحثت تقدم سير العمل في المشروعات التنموية المشتركة ومن جانبه توجه دينج بتقديم الشكر على اهتمام مصر بدعم دولة جنوب السودان في العديد من المجالات لفتا إلى خصوصية العلاقة المتميزة مع وزارة الرأي المصرية في ظل المصير المشترك الذي يربط البلدين مما يدفع بزيادة التنصيق على كافة المستويات